اشتركوا في القناة نجحنا في سنة 2021 في تحقيق أعلى صافي ربح منذ تاريخ تأسيس ممتلكات في سنة 2006 حيث بلق صافي الربح 45 مليون دينار بحريني والذي يمكننا من المساهمة في الميزانية العامة ب20 مليون دينار بحريني وهو ما يعادل 44% من صافي أرباحنا القير موحدة تعود هذه النتائج من بعد توفيق الله عز وجل إلى الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طبعا بالإضافة إلى جهود مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية وفريق العمل لدينا نعم سيد خالد ما هي أبرز محاور استراتيجية الاستثمار الجديدة لممتلكات أولا نستذكر طبعا أن ممتلكات تلعب دور مهم في قلب اقتصاد مملكة البحرين فتوفر أصول ممتلكات المحلية تقريبا 12 ألف وظيفة متخصصة في البحرين وتمثل أصولنا الاستراتيجية 18% من الناتج المحلي الإجمالي ونطمح لمواصلة هذه المساهمة في الاقتصاد المحلي وتنميتها فالاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم وتعزيز الأهداف والمتطلبات الاقتصادية للمملكة من خلال الاستثمار في ومن أجل البحرين سيتم من خلال هذه الاستراتيجية التركيز على تطوير الأصول التي تقع قالبيتها في البحرين لتعزيز مساهمتنا في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بالإضافة لذلك سيتم العمل على الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة في البحرين مثل التكنولوجيا المالية، الأمن القذائي، الصحة وتصنيع اللقاحات وغيرها كل ذلك طبعا من أجل خلق وظائف المواطنين في المستقبل القريب نعم، سعادة السيد خالد الرمح هي الرئيس التنفيذي لممتلكات شكرا جزيلا لك